مثلاً اللي خلاني أتكلم في الأمر ده النهاردة إيه؟ إن لقيت الكابتن متحط برضو معرفش هو مال ومال الأهلي اللي ومن دول مبارح وتحت عنوان الست عواطف هو الكابتن متحط قال كده كان بيناقش أزمة مؤجلات الدوري وبعد ما تم تأجيل مباراة الأهلي وطلعها الجيش في بطولة الدوري الممتاز فضل يقول الكرة المصرية رايحة ومشية في سكة وحشة جداً وإن إحنا كده بنرجع لورا طبعاً هنا وجهة نظري إنه هو هنا كابتن متحط بيحط السم في العسل وبعدين قالك إيه؟ أصله هنا يا جماعة أنا مش بتكلم عن الأهلي هو مين تاني اللي تأجله؟ هو مين تاني اللي تأجله؟ طيب قالك أنا بتكلم على مسؤولي الاتحاد حضراتكم تعلموا تماماً في هذا البرنامج الحمد لله والشكر لله عندما يكون هناك أمر يخص اتحاد كرة القدم المصري إحنا بنتكلم وبنقول إيه؟ إذا كان هناك انتقاد يعني ولكن هو ليه كابتن متحط حضرتك اتكلمت في هذه القصة لما تم تأجيل مباراة الأهلي وطلع الجيش بناء على ليحة وقانون هو ليه كابتن متحط ما اتكلمتش قبل كده اللي أنا أعرفه أنه هو بيبقى عارف مفروض أنه هو بيبقى عارف اللوايح والقوانين وبالمناسبة في هذا البرنامج من أسبوع أو من عشر تيام قلتلكوا يا جماعة إحنا عايزين نأجل مباراة الطلاقع أو مباراة الطلاقع الجيش هتتأجل علشان في لايحة بتقول واحد اتنين ثلاثة لأن لايحة بتقول الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولات العربية والإفريقية عليها الالتزام بالمواعيد المعلنة بالجدول دون طلب ادخال أو ادخال أي تعديل على التوقيتات والمواعيد أو طلب التأجيل بحيث اللي جاي بقى هو المهم بحيث تقام المباراة المحلية للنادي على رابع يوم في حالة إذا كانت المباراة الأفريقية أو العربية خارج مصر وتقام المباراة المحلية على ثالث يوم في حالة إقامة المباراة الأفريقية أو العربية داخل مصر طيب خيرا كابتن متحط الموضوع ليس له علاقة بعواطف ولا جمالات ولا كلام اللطيف اللي حضرتك بتقوله ده ليس له علاقة بمثل هذه الأمور ولكن له علاقة بأن النادي الأهلي بيلعب في البطولة الإفريقية وبالتالي بناء على اللايحة اللي حطتها اتحاد كرة القدم المصري وليس النادي الأهلي بناء على هذه اللايحة يحق للنادي الأهلي أو يحق للتحاد مش للنادي الأهلي أنا أسف يحق للتحاد كرة القدم أن يؤجل مباراة النادي الأهلي ولو كان الزمالك كان أجل مباراة الزمالك ولو مودرن فيوتشر كان أجل مباراة مودرن فيوتشر ولو الفرقة الرابعة بيراميدز كان أجل للفرقة الرابعة بيراميدز أو أي فريق تنطبق عليه هذه اللايحة ولا هي اللايحة حضرتك بتبقى مقتنعة بيها وبتطلع بيها السماء لو في مكان آخر غير مصر أنا الحقيقة برضو يا كابتن متحد الموضوع بالنسبة لي مش واضح محتاجة فهمه طالما اللايحة بيتم تطبيقها أنا زنبي إيه كنادي أهلي على فكرة تأجيل مباراة الأهلي وطلع الجيش أمر طبيعي جدا ومنطقي جدا وفقه لللايحة مرة تانية اللايحة دي اللي تسلمها نادي الأهلي كتبت اللايحة في بداية السنة والنادي الأهلي راحت للدكتور سعد شلبي قالوله من اتحاد كرة القدم استلام استلم الدكتور سعد اللايحة وتم الموافقة عليه هذه اللايحة بتقولي الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم إن الناس لما ترجع من السفر تلعب في اليوم الرابع وبالتالي مباراة طلاعي الجيش تم تأجيلها يوم 16 الأهلي حيلعب يوم 19 كانت المباراة محدد لها فبالتالي تم تأجيل المباراة أوتوماتيك وبعدين هو تأجيل مباراة الطلاعي والأهلي هو اللي هيعمل الارتباك والأزمة يعني في مشاكل كرة القدم المصرية ما حضرتك شوف هو مين اللي خلت دوري 18 فريق وبتعمل مقارنات ما بين مباراة الأهلي ومباراة الدوري الإنجليزي والأسباني يعني وإحنا ما بنشبهش الناس دول هكابت دول أصلا مخططين من زمان جدا وبعدين لما حد بيسافر من أنجلترا لأسبانيا بياخد كم ساعة أو من بلجيكا لأسبانيا بياخد كم ساعة من بلجيكا لبرشلونة 12 ساعة فيعني دي حاجات كلها بسيطة لكن احنا بالنسبة لأ 12 ساعة في العربية لكن هي ساعة ونص في الطيارة فالناس دي مخططة من زمان وبيطوروا عندهم أجواء وعندهم السفريات بينهم وبين بعض ساعة وساعتين بالطيارات غير أفريقيا خالص أفريقيا حضرتك أقل بلد بتروح فيها خمس ست ساعات ده غير الترانزيت اللي ممكن تقعده في كل مطار لو مش طالع بطيارة خاصة ولما نيجي نتكلم هنا ما تيجي تتكلم عن فساد مثلا في اتحاد كرة القدم هنا في هذا البرنامج بنعمل الكلام ده أنا مش عارفة كابتن متحط إيه اللي حصل لك يعني حاجة غريبة جدا كابتن متحط افتكر فجأة الدولي المصري ومشاكل الكرة المصرية معرفش ليه لأنه وجهة نظري أنه لا يمكن تفصيل الموضوعات وفقا للأهواء الشخصية والمصالح ماينفعش طالما هناك لائحة يبقى اللائحة دي يجب أن يتم اتباحها من التمنتشر نادي طالما التمنتشر نادي موفين عليه والنادي الأهلي ضمن الأندية اللي بتوافق على هذه أو اللي وفقت على هذه اللائحة في بداية الموسم فماينفعش أن أنا أقول دلوقتي يصلوا التأجيلات واصلوا طلاع الجيش واصلوا الأهلي واصلوا مش عارف مين واصلوا إيه حاجات غريبة جدا الواحد بيشوفها أنا بس حبيت أتكلم بسرعة جدا في هذا الأمر ليه؟ لأنه أنا واحد من الناس اللي بيحبه كابتن متحد جدا جدا ومستغرب من حالة يعني بحب تعليقاته على المباريات الحقيقة فبستغرب جدا جدا من الكلام اللي هو بيقوله وأن هنا بتكلم على التناول الإعلامي وليس ليه علاقة بأي حاجة أخرى أنا هنا بتكلم عن تناول إعلامي كبير زي كابتن متحد في هذه الأمور اللي هو عارفها أنا اللي مستغرب له إنه هو مليون في المية عارف الكلام ده كويس جدا ويملك فريق إعداد قوي يستطيع إنه هو يسأل ويعرف الكلام ده مش محتاج إنه هو يسأل يعني موضوع معروف فإيه اللي يفتح الأمور في هذا؟ ليه بتفتح الكلام ده؟ على رغم إنه هو ليحة وبيئة تم تطبيقها بالعكس ده في صالح ده حنا المفروض نطلع نقول إنه اللي هايل ونطلع نقول إزا مالك هايلين ونطلع نقول المودرن هايلين والبيرامدز هايلين إنه هما بينفزوا الكلام اللي اتفقوا مع أول اللي مضوا عليه في أول السنة فأنا باستغرب جدا مرة تانية يعني ترجمة نانسي قنقر